وزارة التجارة تؤكد توزيع مواد السلة الغذائية في مواعيدها المثبتة بذات الوقت فهي تبحث مع اللجنة المالية النيابية زيادة التخصيصات المالية لها ضمن الموازنة المرتقبة الإقرار كانت المبالغ المالية المخصصة لوزارة التجارة أقل من المبالغ العام الماضي وحقيقة نحن لدينا التزامات يعني يفترض على المبالغ أن تكون مبالغ أكثر مبلغ قليل نقدمنا أكثر من حوالي بحدود نحتاج إلى 12 تريليون في حين المبلغ المخصص أعتقد 5 إلى 6 تريليون مبلغ قليل ما أعتقد رح يخدمنا فيه أنه كل المواد الغذائية راح نقدر نوفرها المواطنين بعدد أشهر التي نخلها بالخطة على الأقل عشرة أشهر من السلة الغذائية وعشرة أشهر من مادة الطحين وأكدت وزارة التجارة امتلاكها خزينا كبيرا من محصول الحنطة المحلية والمستوردة بما دفعها إلى إنشاء مخازنة جديدة لاستيعاب كمياتها وحفظها من التلف وفق خطة مدروسة تهدف إلى وصول البلاد للاكتفاء الذاتي لأول مرة في وزارة التجارة يحصل أنه مخازنة مالية في جميع المحافظات وفي المنطقة الشمالية نبحث عن مخازن جديدة وفي بعض المحافظات نبحث عن مخازن السبب هو وجود كميات كبيرة من نواد الغذائية نتطلع بالأيام المقبلة إلى استكمال كافة التفاصيل مع اللجنة المالية في مدرس النواب بغية إقرار نواد العامة للدولة وبالتالي يكون قرارة الوزارة مهمة في تأمين أمن الغذائي العراقيين وأوضحت وزارة التجارة تأمين السلة الغذائية للمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي وفق التوجيهات الحكومية التي أشارت في منهاجها الوزاري إلى ضرورة دعم الفئات المجتمعية الفقيرة غذائية سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد